اشتركوا في القناة على فم حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبام التاقص أسكف ورئيس دير السيدة العزراء السوريان بعنوان الصليب تقصيا وكنسيا السادس من رسالة معلمة بولي سرس الأهل الغلاطية انظروا مع أكبر الأحرف التي كتبتها إليكم بيدي جميع الذين يريدون أن يجعلوا يعملوا منظرا حسنا في الجسد هؤلاء يلزمونكم أن تختتنوا لألا يقهدوا لأجل صليب المسيح فقط لأن الذين يختتنونهم ليحفظون النموس بل يريدون أن يختتوا تختتنوا أنتم لكي يفتخروا في جسدكم وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة وعلى إسرائيل الله نعمة الله العيد تحل على أرواحنا جميعا الموضوع بتاعنا عن الصليب كتابيا وتقصيا الصليب وزلاله في العهد القديم وما يذكر عنه في العهد الجديد الصليب في التقص كسلاح وأداة هامة لا يعمل شيء من التقص بدون الصليب لم يكن الصليب على القلبسة فقط الصليب ما كانتش بديته أن يصلب عليه المسيح ويظهر الصليب لكن له جزور متعمقة في العهد القديم أول صورة نلاقيها في جنة عدم حيث خلق آدم وغرس الله جنة عدم شرقا ووضع فيها آدم الذي خلقه وضع فيها شجرة تسمى شجرة الحياة كانت هذه رمزا للصليب هي مصنوعة من خشب والصليب مصنوعة من خشب هي اسمها شجرة الحياة والصليب اسمه علامة الحياة وحتى في العبادة الفرعونية كان العلامة على هيئة الصليب كانوا بسموها علامة الحياة اللي بنسميها حياة مفتاح النيل هم كانوا بسموها علامة الحياة أو رمز الحياة شكلها تمام زي شكل الصليب وده والشجرة كان اسمها شجرة الحياة من يأكل منها لا يموت إلى الأبد أيضا من يتعلق بالصليب من يتعلق بالصليب يحيى إلى الأبد في شجرة تاني طلعتنا أيضا في سفر التكوين هي شجرة إبراهيم إبراهيم لما أخذ ابنه علشان حسب الأمر الإلهي يقدمه زبيحة حمله الخشب وبعدين هناك لما ربنا قال له لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا نظر خلفه فرأى خروفا وثقا في شجرة فأخذه وقدمه زبيحة بدلا من ابنه إسحاق في قسمة إسحاق اللي دايما بنصليها يوم خميس العهد يوم خميس العهد يقول وكما حمل إسحاق حطب المحرقة هكذا أيضا حمل المسيح خشبة الصليب يعني دكها بعد ما وصلوا عمل المسبح ورتب عليه الحطب وأوسق إسحاق وأراد زبحة تمام نفس العملية حصلت مع المسيح هو بنفسه حمل الصليب من دار الولاية إلى جولبوسة وهناك سمروه على الصليب ومش بس الحطب اللي حمل إسحاق كمان الشجرة نفسها أخرجت الشجرة أخرجت الخروف الذي قدم محرقة وفيه تقاليد بتقول بس تفتكر إلى الصحة طبعا أو إلى الإثبات أن من هذه الشجرة التي خرج منها هذا الكبش اللي قدمه إبراهيم محرقة على جبل المرية كان قد أخذ خشب الصليب يعني الشجرة نفسها هي اللي أطعوها أعدت لغاية المسيح وأطعوها وعملوا منها خشبة الصليب أيضا العصى التي كان يمسكها موسى كانت ترمز إلى خشبة الصليب عصايا كان يسميها عصى الله موسى كان يسميها يقول ذهبت وعصى الله في يدي اسمها عصى الله عملت معجزات جبارة جدا السحر المصريين رموا عصيهم فبقت تعبين موسى ضرب عصاه على الأرض فأصبحت تعبانا كبيرا ابتلع كل حياة المصرية ديكي بالسحر لكن عملية عصى موسى دي قوة إلهية وهكذا أيضا انتصر موسى بقوة ربنا وبالعصايا لربنا الدهالو هكذا أيضا بالصليب ننتصر على كل كل أفعال الشياطين كل أفعال الشياطين ننتصر عليه الإنسان المتدين الماسك في الصليب حقيقة ولا يقوى عليه سحر ولا يقوى عليه شيطان ولا يقوى عليه حاجة أبدا دي القديس الأنب انطنيوس يقول ما أضعف الشيطان إزاي دي شيطان احنا بنعليه قوي جدا نقول لا وعلامة ضعفه إنه لما يجي لك حربك مجرد ما ترسم الصليب بأمانة على نفسك تلاقيه يهرب ويخاف ويرتعب لأنه قوة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن مخلصين فهو إيه قوة الله الصليب فيه قوة بس عاوز بس عاوز مع قوة ربنا كمان إيمان مننا نقدر بالصليب نعمل عجائب ومعجزات إذا اخترطت قوة الله التي في الصليب بإيمان مننا نستطيع الصليب أن نهزم به كل قوات العدو عسى موسى كانت مثالا للصليب كما انتصر موسى بها على كل السحر وأمعال الشياطين نحن نستطيع بالصليب أيضا أن ننتصر على كل قوات الشياطين ومحارباته ومؤامراته موسى كان ربنا قال له يعمل خمس أنواع من المحرقة من الزبائح في العهد القديم يعمل خمس أنواع من الزبائح زبيحة المحرقة وزبيحة القسم وزبيحة الخطية زبيحة السلامة تقدمة القربان دي كلها كانت زبائح بترمز إلى زبيحة الصليب كلها بتتحدث أو تظهر جوانب من جوانب كل واحدة لها جانب معين من جوانب زبيحة الصليب فيها كلها دم ودب لأنه بدون سفك دم لا تحصل مخفرة فدم المسيح هو الذي يطهرنا من كل خطية ويغفر لنا كل خطيانا فزبائح موسى كانت عبارة عن إظهار لجوانب مختلفة من جوانب الصليب أيضاً كانوا ماشين في برية سينة وذهبوا إلى حتة اسمها مارة المارة كانت مياهها مرة طيب نعمل إيه؟ أخذ حتة شجرة صغيرة موسى وألقاها في الماء فصار الماء حلوان سمعني خشبة بردي بترمز للصليب ترمز للصليب المية مجرد ما ترمت فيها حتة خشبة بقت حلوة بمعجزة إلهية ترمز إلى خشبة الصليب التي تجعل حياة القداسة فينا حلوة تطهرنا من المرارة من مرارة الخطية تطهرنا من مرارة الإثل من مرارة الشهوات الإنسان الذي يتمسك بالصليب تبقى حياته طهرة ولما تبقى حياته طهرة تبقى حياته حلوة كل الناس تستفيد منه كل الناس تنتفع منه غير واحد يكون زي تمام بيرين بير ميته حلوة وبير ميته مر طبعا دقا يقعد كده محدش يقرب نحيته لكن البير اللي ميته حلوة كل الناس تشرب منه وتستفيد هكذا الإنسان الذي تطهرت حياته بالصليب تبقى حياته حلوة كل الناس تستفيد منه وتنتفع به تعالوا شوفوا يعقوب أب الأباء شوفوا يعقوب أب الأباء في آخر حياته خالص بعد ما جاء في مصر وخلاص دنت حياته قال لي يوسف ابنه هتلي أولادك عشان أبركهم عشان يكون لهم نصيب في اسمي جاب لأولاده منسة الكبير وإفراهم الصغير وحطوهم حسب النظام منسة عن يمينه وإفراهم عن شماله علشان يبركهم حط يده على كل واحد نلاقي يعقوب بالنبوة يعمل عملا عجيبا يعمل أيديه على هيئة صليب على هيئة صليب ويبارك ابن يوسف يوسف إذا عقله قوله مش كده يا أبانا البكر على يمينك قوله قد علمت يا ابني قد علمت يعني حاجة لأن يفراهم سيكون مباركا أكثر من منسة المهم اللي يعني نستفيد منه في الموضوع ده وضع يعقوب يديه على علامة الصليب للبركة وباركة ابني يوسف بهذه الطريقة طبعا الصليب للبركة الآن لا يوجد الكاهن لما تقوله باركني لازم يضع الصليب على رأسك للبركة ولو ما كانش معا الصليب أحيانا لازم يرشم على الإنسان الذي يطلب البركة بعلامة الصليب لأن الصليب وعلامة الصليب هي علامة ابن الإنسان اللي قال عليها المسيح وتظهر علامة ابن الإنسان في السماء الصليب الذي به مننا الخلاص ومننا الغالبة كتير أول في العهد القديم رموز وزلال للصليب تعالوا شوفوا موسى لما الحيات بقت تلدغ الشعب ويموت في البرية صرخ لربنا رب الشعب كله حيموت هذه الحيات هنا متوحشة في الحتة التي أعمل إيه قال له اسمح حية من نحاس وعلقها على سارية عالية وكل تلدغه حية أو تعبان وينظر إلى الحية النحاسية المعلقة يبرأ من السم بتاع الحية من المتش شيء غريب جدا هذه حتة نحاسة أخذها بس عملها على هيئة حية وعلقها على حاجة عالية وسط المحلة اللي نزل فيها الشعب فكل اللي ينظر إلى هذه الحية يبرأ لتوه ولساعته من السم اللي دخل في جسمه ولا يتنفخ ولا يموت ولا قلبه يقف ولا حاجة خالص خالص إيه ده لأن هذه الحية ترمز إلى المسيح المسيح المعلق المسيح المعلق على السارية العالية على خشبة الصليب والمسيح نفسه فصر لنا هذا وقال كما رفع موسى الحية في البرية هكذا يرفع ابن الإنسان زي ما موسى رفع البرية وكانت سبب لشفاء كثيرين هكذا أيضا حينما يرفع ابن الإنسان يقول وحينما وإذا ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الكثيرين يجذبنا إليه بمحبته بهذا البذل الجبار جدا اللي صنوا على الصليب اللي خلينا احنا بالحب الصليب وعملناه هو العلامة بتاعتنا كمسيحيين البذل الجبار اللي عملوا عليه المسيح بذل ذاته ونحن بعض خطاع مات المسيح لأجلنا هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهل كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية والبذل ده كان على الصليب كتير علامات كتير خمة الاجتماع في الأهد الأديم كانت على هيئة صليب اللاية حدثة تاني كمان تسبت لنا قوة الصليب وخشبة الصليب كان إليش معها مجموعة من بين الأنبياء بيقطعوا خشب وتحت الشجر اللي بيقطعوا منه نهر مية أو طرعة بعدين رأخ بيقطع الخشب فوقعت البلطة أو الفاس الكبيرة اللي بيقطع بيقطع بها ووقعت في المية فصرخ يقول يا رجل الله إنها عارية يعني الحان ده أنا مستلفها أنا مستلفها ووقعت في المية وغدست والمية عميقة أعمل بيقطع قاله طيب ما تخاف راح أطع حتة خشبة من شجرة ورماها في المكان اللي وقعت فيه الفاس فبصينا لقينا الفاس طفت على المية قال وخذها لك فأخذها حتة الخشبة وقت فطلعت الفاس التقيل اللي كلها حديد خلتها طفت من فوق إيه طبعا ليست للخشبة قوة في ذاتها أن تفعل هذا وإنما هي رمز للصليب الصليب اللي المسيح نزل من فوق من السامة وتعلق على الصليب علشان يرفعنا من عمق خطيانا ومن الشرور الأرضية اللي احنا بنعملها لنقول أولاد الله وعند القدسين يتجاصر ويقول صار المسيح إنسانا نزل المسيح وصار إنسانا لكي نرتفع نحن ونصير آلهة يعني شركاء نكون شركاء للطبيعة الإلهية طبعا الصليب في العهد الجديد كل الأنجيل الأربعة ذكرت حادثة الصلب وطريقة الصلب الرسل ما فيش رسالة يكتبوها إلا ويتكلموا عن الصليب وعن بركات الصليب ولماذا نفتخر بالصليب زي ما هنا بيقول أما أنا فحاش لي أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم إيه يعني الصليب ده كان في زمان علامة اللعنة وعلامة العار ليه أصبح علامة الفخار الرسول يفتخر ونحن أيضا نفتخر بصليبنا ونعتز به طبعا لأن المسيح صلب عليه إلهنا المتجسد الفادي فدانا من على الصليب عشان كده فيه ارتباط قلبي جبار جدا بيننا وبين الصليب لأننا حصلنا على الفداء بواسطته كان هو الآلة وكان هو المزبح الذي رفع عليه المسيح بإرادته لكي يفدينا بدمه الطاهر والثمين بهذا الصليب حصلنا على الخلاص بهذا الصليب نلنا بركات الحياة الأبدية وخرجنا من اللعنة صار المسيح لعنة لكي نصير نحن بر الله فيه افتخرنا بالصليب ليس باطلا ولكن للبركات الكثيرة جدا التي أخذناها بالصليب المسيح لما صلب على الصليب بارك الهواء وبارك العناصر الطبيعية كلها ونلنا نحن أيضا باركة من هذا الصليب فأصبح مجالا ورمزا لفتخارنا نفتخر به نعلقه على كمائسنا نعلقه على صدرنا نعلقه أو نرسمه على أيدينا وهكذا ليكون الصليب دائما أمامنا نفتكر به المسيح المسلوب عليه من أجل خلاصنا المسيح في الطقس طبعا الصليب هو سلاح الكاهن لا تلاقي كاهن ولا أسقف يمشي من غير الصليب مثل الرجل الجندي الذي لم يمشي من غير سلاحه هكذا أيضا الكاهن سلاحه هو الصليب لم يمشي من غيره مسكه في إيده أو حطه في جيه ما ما يسيبوش أبدا لأنه هو ده السلاح فهو ده العلامة اللي بيعطي بها البركة لكل من يطلب تعالوا شوفوا كل الأسرار كل الأسرار اللي في الكنيسة فيها رشومات الدنيا والآخر يعني يقول المعمودية لوحدها فيها خمسين رشم صليب في صلاة الشكر وعلى المية بزيت الميرون وعلى المية بزيت السازج وساعة جحد الشيطان وساعة ما يدهن الولد بالزيت ويدهن أمه بالزيت وكله يرسمها بعلامة الصليب يرشم عليها بالصليب يرشم على المية يرشم عليها بإيد ويأخذ زيت ويرشم ويرشم على المعمودية حوالي خمسين رشم صليب في السر المعمودية بس بعدها ستة وتلاتين صليب في الميرون علامة الغلبة وعلامة الانتصار وختم المسيح وعلامة ابن الإنسان كلها دي كلام يقوله الكاهن وعلامة الفرح كل دا كلام يقوله هو بيرشم الطفل المعمد من رأسه إلى إخمس قدمه بعلامات الصليب يختمه ختم صليب الذي لا يمحى يختمه على جسده وعلى عقله وعلى قلبه وعلى كل مفاصله وكل الحواس بتاعته علشان تتقدس بعلامة الصليب يقوله الأداس الأداس المؤمنين اللي واحده فيه حوالي 48 رشم صليب مسحة المرضى كلها رشمات بالصليب الإكليل كله رشمات بالصليب لما يمسك الزيت ويرشم عليها بالصليب كم رشم يمسك الأكليل اللي حيلبسها للأرسال ويرشم عليها كم رشم هو صليط الباط والشعب يقول أمين كتير قوي لو عدناها حنلاقيها تعد بمئات الرشمات في كل سر من أسرار الكنيسة لأنه بدون الصليب مش ممكن أبداً نقدر نعمل حاجة مش ممكن أبداً نقدر نعمل حاجة الصليب هو الأداة زي تمام الإنسان الكاتب ما عنده الألم هو اللي بيكتب به الكاهن عند الصليب هو الأداة التي يؤدي بها عمله رشمات رشمات وبركة ورشمات بالصليب ورشمات بالدهن ورشمات يعني رشمات كتيرة جداً جداً والواسطة بتاعتها هو الصليب إذن الصليب هو يعني علامة مهمة وسلاح مهم وأداة مهمة جداً لكل الصلوات التقصية والأسرار التقصية في الكنيسة وخارج الكنيسة أيضاً نحن نبتدي دايماً كل صلاة برشم علامة الصليب بحضر على نفسه علامة الصليب ويقول باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين علامة الصليب هذه يسميها بعض الناس قانون الإيمان المختصر قانون الإيمان المختصر ونحن بنرشم الصليب باسم الآب فوق الإب يعني نؤمن برب واحد يسوع المسيح الذي تجسد من العزراء الكديسة مريم والروح القدس وننقلها من الشمال إلى اليمين لأن ربنا بالصليب نقلنا من التدبير الشمالي إلى التدبير اليميني وبعد ذلك نقبل الصليب اللي في إيدنا أو نقبل إيدنا اللي بنرشم بيها شاكرين الله بالصليب لأنه فدانا بالصليب علامة إيمان مختصر أو قانون إيمان مختصر حينما نرشم الصليب تمام زي ما تقرأ وتصلي قانون الإيمان الطويل اللي احنا حفظينه لما تبتدي ترشم الصليب هي فيها كل المعاني اللي عاوز تقولها في قانون الإيمان ف كل ما ترشم علامة الصليب على ذاتك كأنك صليت قانون الإيمان وطبعا يعني ريت رشم الصليب ده يكون له معنى في أزهلنا ويكون له تأمل في عقلنا لأن واحد من المجدسين يقول الشياطين تضحك على الذين يرشمون الصليب باستهانة الشياطين عرف أن الصليب ده مرهب ومخيف لها فتنبسط قوي لما تلاقي واحد بيرشمه كده أي حاجة من غير تأمل ومن غير هدوء وتأدي تواجب طبعا ما يؤديش القوة اللي يؤديها الصليب المرشوم بهدوء وبتأمل وبقوة وبإيمان في الصليب الذي الذي فدانا المسيح عليه الكنيسة بتعيد في السنة عيدين للصليب عيدين للصليب سبعتاشر توت بكرة وعشرة برامهات بيجي في أوائل الصيام الكبير واحد ل ظهور الصليب على يد الملكة هيلانة والآخر بمناسبة إرجاع الصليب من عند الفرص على يد هيرق الملك الروم المسيحي بنعمل في العيدين دول طبس عجيب بيتعامل دايما في باكر في رفع فور باكر يوم عيد الصليب بيتعامل طأس عجيب جدا بيتعامل في اليومين دول وبيتعامل كمان يوم أحد الشعانين بص تلاقي جابوا صليب كبير من الخشب وزينوه بأوراق وأغصان الزيتون وسعف النخل وبعض الورود والأزهار الكويسة وحطوا عليه كده ثلاث شمعات من فوق وعلى الجانبين وابتدوا يعملوا به زفة في الكنيسة كلها زفة عجيبة جدا يقروا فيها 12 إنجيل تقريبا في جوانب الكنيسة كلها ولم تتأمل في ليه بيعملوا كده تلاقي فيه ارتباط بين الصليب وبين كل مكان يقف فيه الناس اللي بيصلوا هذه الدورة يوقف الأول قدام المسبح الكبير الصليب كان هو المسبح اللي صلب عليه المسيح المسبح هو العرش الملكي اللي ليكون عليه جسد المسيح المسبوح من أجلنا خذوا كلكم هذا هو جسد الذي يقسم عنك وخذوا يشربوا منها لأن هذا هو دمي الذي العهد الجديد يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمؤفرات الخطايا ففي شابه بين المسبح وبين الصليب وبعدين يروح قدام صورة العدرة ويبخر ويقرأ حتة والصليب مسكين وكده ففي علاقة بين العدرة والصليب ده سمعان الشيخ قال لها وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف العدرة أول وحدة حملت صليب المسيح هروبها المصر ده ما كانش صليب تعبها من أجل المسيح ومن أجل الميلاد ما كانش صليب وهكذا العدرة أول من حملت صليب المسيح بعد كده يروح للملاء غابريال هو اللي بشر العدرة بميلاد المسيح المسلوب بعد كده الملاء ميخائين بنسميه إحنا ملاء القيامة لأنه هو الذي جاء وزحزح الحجر من على باب القبر بعد صلب المسيح وموت وقيامته بعد كده بنروح لماري مورقص ماري مورقص أول من حمل الصليب في ديار مصر صليب البشارة وصليب الاستشهاد أيضا استشهد من أجل البشارة والكرازة بالإنجيل وبالصليب بعد كده الأباء الرسل الأباء الرسل المجتمعين كلهم حملوا صلبان البشارة طبعا وكلهم حملوا صلبان الخدمة وكلهم أيضا حملوا صلبان الاستشهاد منهم بوترس صلب مناكسا منهم أخوه اندراوس صلب على صليب على حرف في كده على هيئة في بحيس يعني تبقى فيه فراغات كتير حتى جسم ما ياخد شرحته على الصليب يبقى شدين أيديه من هنا ومن هنا ورجليه مفتوحة من تحت وإيديه مفتوحة ومشدود شدة عنيفة جدا شوف بقى لما تشوف صليب كبير على هيئة فيه كده وصلبين عليه واحد كم يكون عذابه اندراوس احتمل هذه الميتة من أجل المسيح الذي صلب هو أولا من أجلنا بعد كده بنروح لماري جيرجس أيضا حمل صليب الاستشهاد بعد كده بنروح للقديس أنتونيوس حمل صليب العبادة والنسك والوحدة في البرية لأنه سمع كلام المسيح إن أردت أن تكون كاملا فبيع كل أموالك وتعالى تبعني حاملا الصليب فمضى أنتونيوس وباع كل أمواله وزح على الفقراء وتبع المسيح إلى البرية الداخلية حيث يعيش معه حياة الانتصاق وحياة العبادة وحياة الصلاة الدائمة بالانقطاع حتى سمي الرهبان أولاده لباس الصليب سموهم لباس الصليب ليس لأنهم لابسين صلبان لا لأن لهم في جسادهم سمات الرب يسوع سمات النسك والعبادة والتعب والجهاد والعرق ده كان بعضهم من كتر البكة تبقى فيه كده زي القديس أرسنيوس عاملة مجرى في خدود وكده البكة اللي نازل من عينيه والدموع مكانها من كترتها تعمل زي مجرى في خدود وحاجة كده واضحة جدا أول ما تشوف تقول إنسان إنسان باكي إنسان صاحب دموع توبة ونقاوة إنسان يعني تطهر واغتسل بدموع توبته بعد بعد كده بنروح للباب البحري كان بيدخل منه الموعوزين حاملين صليب التوبة بعد كده بنروح عند الباب الغربي واللقان اللقان اللي فيه غسل الأرجل غسل الأرجل كزي ما كلمنا الصبح سيدنا أنبا بن يمين غسل الأرجل خدمة غسل الأرجل هي أيضا حاملة للصليب خدمة لاتضاع خدمة لاتضاع بنصليها على اللقان نفتكر فيها غسل أرجل المسيح لتلاميذه وفي لقان الرسل أيضا بنتذكر غسل أرجل الرسل بعضهم لبعض وغسل الخدام لأرجل المخدومين أي خدمتهم خدمة العبد للسيد وليست خدمة السيد للعبد بعد كده بنروح للباب الإبلي أيضا ونقرأ أمامه إنجيل في هذه الدورة وده علامة إنجيل العشور والتقديمات اللي كانوا قد يجبوها الناس كان الناس اللي معاهم حاجة للكنيسة يجيبوا من الباب الإبلي وقدموها لخادم الدياكونية فده أيضا حمل الصليب صليب العطاء صليب يعني الصدقة وصليب العطاء للكنيسة للفقراء طبعا دي حاجة برضي مهمة أبدا ما ننساهاش أبدا الشيء المادي بالخدمة الروحية يساعد يساعد وفي الآخر بنجي نعمل دورة أو نعمل صلاة أمام عيقونة يحن المعمدان عيقونة يحن المعمدان اللي عمد المسيح والذي هيأ الطريق أمام المسيح والذي شهد للحق وأخيرا استشهد من أجل الحق دورة جميلة والحنب الشعنيني كده الفريخ الحل ياريت بكرة يعني تقدر تشوفوا الدورة دي بكرة طبعا فيه أداس أداس عيد الصليب وتبقى الدورة دي في باكر إحنا نعتبره أداس عادي ونجي عند المجمع كده في الآخر علشان نحضر لنا ربع ساعة ونمشي مش هتستفيد حاجة تعال كده من باكر بكرة وشوف الدورة دي واشترك وقرالك إنجيل فيها وتمتع وشوف ليه بيوقفوا هنا وليه بيوقفوا هنا وليه بيوقفوا هنا ومعنى ايه وارتباط الصليب بالصورة دي ايه وارتباط الصليب بالباب ده وارتباط الصليب بالايقونة دي ايه حتاخد شحنة رفعية معزية جدا 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 ليك الصليب هو علامة فخرنا والصليب هو أداة تأدية التقص في كل تقوص الكنيسة الكاهم من ساعة ما دخل الكنيسة ما بيصيبش الصليب غاية ما يخلص أحيانا الأسقف أو الباب الباتريار ما يصيبش الصليب خالص في أيضه طالع داخل به زي الطبانجة كده اللي مسكها سلاح قوي جدا لا يغلب ولا يقهر كتير جدا من الناس اللي يعني تعرضوا يمكن للاغتيالات وتعرضوا للضرب ساعة ما يمسك الصليب السلاح نفسه يقف وما يضرب شكيا قوة الصليب كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهو كوة الله أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم يعني يعني العالم في نظري ميت ومسلوب ما ليس له أي وجه من أوجه الجمال التي أشتهيها وأحب العالم ميت في نظري وأنا كمان في نظر العالم كميت ما يحاولش يجذبني لأن خلاص حاول كتير ما لأشفايد العالم تجذبي فخلاص يقولك الدرب في الميت حرام بينه فيسيبني الحالي وأعيش بقى في حياة التصاق دائم مع ربنا خدمتنا زي ما قال سيدنا هي حملة صليب والخدمة دايما فيها يعني ألقاء فيها الرأسي العمل الرأسي والعمل الأفقي زي الصليب ما فيه خشبة رأسية وخشبة أفقية هكذا أيضا الخدمة فيها عامل رأسي وهي العبادة أتعمق وأرتفع لفوق وألتسق بالله في عبادة قوية عبادة في المخدع عبادة في الكنيسة حياة خاصة قوية جدا رأسية طويلة وصلة للسماء متعمقة إلى الأرض وبعضين الخشبة الأفقية تعادلها خدمتي التي تنتشر في كل مكان حواليا الناس اللي حواليا كلهم يستفيدوا ليه حياة خاصة متعمقة ومرتفعة وليه حياة أفقية منتشرة في حواليا في الخدمة ليه مشاط الكل يشهد به والكل يشهد له إن ده فعلا إنسان خادم أمين بيخدم فعلا خدمة الصليب خدمة البزر خدمة المحبة خدمة الاتضاع خدمة الحكمة زي ما كان لأولنا نيافة الأنباء بنعمين الصلاة ربنا يبارككم ويدينا كلنا خدمة مسمرة وتكون الخدمة سببا في خلاص نفسنا ونفسنا نخدمين أيضا ولإلهنا المجد في كنيسته إلى الأرض إن أردت الحصول على نسخة أخرى أو مجموعة أخرى من هذه الأزاءات يرجى الاتصال بمكتبة البابا كيرلوس خمسة شارع البعثة بشبرى تليفون خمسة سبعة تمانية تسعة زيرو تمانية واحد وإلى أن نلتقي في عمل آخر صلوا لأجل ترجمة نانسي قنقر